دخلت الأسس الخاصة بمنتجات التبغي والنيكوتين بما فيها الإلكترونية والرسوم التي ستتقاضاها الحكومة عليها حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية المزيد في التقرير التالي بعد أن سمحت باستيرادها مؤخرا وفرضت عليها ضريبة خاصة نشرت الحكومة الأسس الخاصة ببيع منتجات التبغي والنيكوتين بما فيها الإلكترونية الأسس تمنع بيع السجائر الإلكترونية لمن هم دون التاسعة عشر واشترطت تثبيت الهوية الشخصية في سجل خاص بمكان البيع كما حضرت خلطة أو تحضير السائل الإلكتروني للبيع المباشر للمستهلك أو تجميع منتجات التبغي والنكوتين الإلكترونية أو إجراء أي تغيير على مكونات هذه المنتجات الموافق عليها وبحسب ما جاء بالأسس التي نشرت في الجريدة الرسمية فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستستوفي 500 دينار لمرة واحدة لتسجيل أي منشأة لبيع منتجات التبغي والسجائر الإلكترونية و100 دينار بدل خدمة تسجيل السائل الإلكتروني ومثلها بدل خدمة فحص أجهزة منتجات النكوتين الإلكترونية و50 دينار بدل خدمة فحص السائل الإلكتروني و100 دينار بدل خدمة فحص التبغي المسخن المؤسسة ستستوفي أيضا بدل خدمة 250 دينار عن كل فحص لتشغيل التبغي والمعسل إضافة إلى عشرة آلاف دينار بدل ترخيص خط إنتاج وخمسمائة بدل ترخيص أي منشأة لبيع منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية الحكومة كانت قد أكدت سابقا أن فرض هذه الضرائب على السجائر الإلكترونية لن يرفع أسعارها بل بالعكس كون التجار يبيعونها بأسعار عالية جدا مقارنة مع كلفتها الحقيقية وفي وقت يؤكد فيه مختصون أن هذا النوع من التدخين له أضرار كبيرة يرى آخرون أن المواد المستخدمة في صناعتها ليست ضارة لكن ذلك يبقى مجهولا حتى الآن في ظل عدم وجود دراسات موثقة